اهلا وسهلا فيكم بليلة جديدة من ليالي السيرة بقصة جديدة من قصص سيرة الملك الظاهر بيبرز اللي هي قصة مخاوات بيبرز وقبل ما نبدأ بحب احكي لكم شوية معلومات حتى ما تضيعوا كتير اذا ما كنتوا امتبعين من قبل اول شي انه الملك الظاهر بيبرز لسه ما ظهر احنا بعدنا بولاية الايوبيين والملك هو الصالح ايوب سلطان البسيطة موجود بمصر بديوانه وحوالي ناسه وبيبرز موجون عنده كمملوق وما صلو غير تقريبا سنة عنده وصار امير ويلو رتبة ومعاش بالديوان وكمان مهم تعرفوا انه في بلاد الاسلام في سلطان القلاع والحصون المقدم معروف وهو كمان من اتباع الصالح ايوب وهو من الناس اللي بيختموه ولكن هو سلطان القلاع والافدوية والاسماعليين اللي قلهم قلاع بمنطقة بلاد الشام وكمان موجودين الصاليبيين على السواحل وهم الاعداء للدولة الاسلامية وبهاي الفترة بيكون البابا جوان من اهم شخصيات الفرنجة والصاليبيين موجود عامل حاله قاضي بالديوان واذا بتكم تعرفوا اكتر عنه في قصة حسب ونسب القاضي حكي نالكم اياها من قبل بهذا السياق كله موجود بتبدأ السطنة وبتكون بحلب تحت حكم المظفر واعتدى ملك انطاقيا من الفرنجة من الصاليبيين على قوافل الحلب مع انه في بيناتهم معاهدات وحتى خطف تجار وخطف ابن المظفر عماد فبعت مرسال للديوان والصالح ايوب بيبعث بيبرز بالمهمة وحتى كمان لما بعته القاضي استهزق ببيبرز وعمل ندر اذا بيقدر يفك المسألة بانطاقيا هو بيطلع بيلاقيه بالطريق هذا السياق اللي رح نبدأ منه القصة واذا انتوا جاهزين انا جاهزة وتبدأ السطنة بحلب عند المظفر وبيكون بيبرز راجع من انطاقيا ومعاه ملك انطاقيا اسير وبيحطوه بالسجن وبيكون مستعجل بده يرجع يخلص الدعوة مع ملك انطاقيا بديوان الصالح ايوب وهو قاعد مع المظفر بيجي شاب طويل جميل بشوارب بلحية ممشطة مسربل بالحديد على الديوان بيدخل بياخد قتكه للمظفر وبيبرز عم بيتفرج عليه شو هالشاب الحلو وبيععد جنبه وبيوشوش المظفر بيجيب له فنجان قهوة وبيسلم وبيطلع بيستغرب بيبرز مين هدا اللي دخل على الديوان وبيطلع فيه المظفر وبيقول له يا ابني والله هاي اللي بشارة من حظك قال له خير شو فيه جانا خبر من المقدم معروف سلطان الجبل انه عرف انك بالمنطقة وجاي بده يخويك قال له كيف يعني قال هادا اصلا سمعوا انك طالع على انطاقيا وراحوا يساعدوك لعبين ملموا حالهم ووصلوا على انطاقيا لقوك مخلص المسألة قالوا اذا هيك بدنا نجري العهد معا قال له بس انا مستحجل بدي ارجع عند الصالح ايوب بدي اخد ملك انطاقيا هياته بالحبس قال له هادا سلطان ومش اي سلطان سلطان الفتوية والله بيخربتلي القلع فؤاني تحتاني اذا ما خليتك تستنى بعدين واجب عليك يعني هو اجا قال خلولي جاين بالمعاهدة بالمخاوة بنفعش طب قدي وقت بدهم بدهم سبعة ايام وقام المضفر وبلش يجهز القلعة قلعة حلب الكبيرة للاستقبال المقدمين ويوم بيغيب النهار وبرجع اخر نهار عالديوان يادو بيقعد له شوي معم بيبرز ويروح وقد ما هو مبلوش بهالقيام عم بيحضر بيبرز بيطلع عليه ويعني بيقول له شو اللي جاي يعني ليه هالقد مبلوش قال له شو اللي جاي جايك تا اربعة وتمانين مقدم من القلاع كلهم موجودين يخووك وعن فروستهم وعن شجاعتهم وعن موكبهم لتعلق كتير بالموضوع وقال طب يا عمي نفسي اشوف الموكب يعني بينفع نطلع نشوفه هو احنا المفروض نكون بالقلعة بنستناهم نلاقيهم للملاقاة ولكن بنطلع في بلكونة على المسجد اللي عند باب انطاكيا اذا بنطلع على بلكونة المسجد الميدني بنطلع بس اول ما نحس انه معروف وده يجي بدنا نرجع على طول قال له اه مظبوط تمام تكرم عينك ومرقوا الست ايام على هذا الحال لصار وقت يجي الموكب واجه خبر لفداوية شرفوا على مشارف حلب الموضفر بيطلع ببيبرز بيقول له يلا فينا وبيمشوا بيطلعوا على المسجد بيطلعوا على الميدنة وبيوقفوا على البلكونة وبيستنوا الموكب يجيوا واهل حلب كلهم صاروا يطلعوا كلهم بدهم يشوفوا موكب لفداوية اللي جاي والسلطان الجبال والقلاع المقدم معروف وبدل حس يحلع وبدل خبر يجي واول ما دخل من باب انطاكيا كانوا جمال حاملين تصاد تصاد الشوربة عكل جمل محطوط مجموعة وبيبرز بيطلع لشو هدول عمي هدول تصاد الشوربة بيحطوهم لفداوية قدامهم لما بدهم يسلطنوا واحد جديد عليهم وبيشربوا منهم واللي ما بدهم ما بيشرب فبيمشوا لما بيكون في عليهم سلطان جديد بيمشوا بالأول الموكب افتخار هالقوف مرأوا أكم جمل كل جمل حامل هالتصاد لمرأ بعديها وفاتوا عشرين طبر فاس حربي والعشرين طبر حاملينهم شباب حلوين بشوارب طوالع عراض رافعين راسهم عم بيمشوا فيهم وبعد ما فاتوا العشرين طبر بلشوا يفوتوا الاربعة وتمانين مقدم فاتوا بالترتيب كل مقدم ورار جهله وأول من فات كان المقدم عسم وأبوه المقدم العفريد هدولا كانوا طوال متل النخل قاعدين على خيلهم ما أحلاهم ووراهم رجالهم خيل ورا خيل ورا خيل وبس خلصوا أشر المظفر وقال له هدول اللي داخلين من حامين البويضة وجبل عكار وتطلع عليهم كانوا غاطصين بالحديد المقدم نصير النمر وابنه داغر العنيد وداغر كان له شنبات زي جناحات الإعقاب وإله حدبي على ظهره وأبوه اللي قاعد جنبه بلحية بيضة تلمع لمع دخل بعدها المقدم حسن المشناتي وابنه الوليد ووراهم رجالهم وكانوا من قلعة مشنات بعدها دخلوا اتنين جنبهات قال له المظفر هدول أولاد عم هذا حسن الحراني من سهل حران واللي جنبه ابن عمه دبل البيساني حامل غور وبيسان اتطلع دقق فيه وهو كان يعرف حسن الحراني وهز راسه وقال له آه آه هذا بعرفه ودخلوا رجالهم بعد هيك بعدها دخل واحد متل الأسد الهدار اسمه المقدم خطاب وكان صاحب قلعة الدموية واتنين اللي بعده دخلوا بعد رجال المقدم خطاب كانوا متل الأرهاط مرعبين من شكلهم المقدم مصعاب وابنه المقدم شداد من قلعة الصعيبة وكمل المظفر يعرف بيبرز على رجال اللي هم مداخلين المقدمين بقلاعهم بأسماءهم بأراضيهم ورجال ورجال على خيل غطصين بالحديد من ساسهم لراسهم كانوا متل الأسود ومتل الأرهاط وكامل السلاحوا بيمشوا بيقولوا يا أرض اشتدي ما عليك يأدي في منهم كانوا من قلعة العليقة ومن قلعة الرصيفة والحديدة ومرقاب وغيره لدخل واحد لحاله اختيار مهيب بلحية بيضة من قلعة صفيتة قالوا هذا المقدم جعبور وهو شويش الجبل وابنه مش ماشي معه حسن النسر لأنه بيكون ماشي بركاب المقدم معروف بعدها دخلوا اتنين طلع فيهم بيبرز كأنه بيعرفهم المقدم سليمان الجاموس وابنه سقر وكانوا مثل الأقمار وهدول من المعرة ولما طلع عليهم وكانوا بيعرفهم المظفر ذكروا فيهم وقالوا هدول اول اتنين عرفتهم وخاووك لما اجيت ولد صغير ضايث معلوا اعالي اغا الوراق وكانوا يعرفوك كمحمود اه 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 تذكرت تذكرت بعدها دخلوا اتنين متل الأسود العوابس المقدم عباس ابو الذوائب وابنه المقدم حسام المصائب هدول من قلعة العالية واحد شلبي دخل بعد هيهم قاعد على خيله لحيته هيك عسلية وهو ابيضاني طويل عريض من جبل نابلس اسمه صارم الدين النابلسي المقدم صارم الدين النابلسي بعدها دخل المقدم سلطان والمقدم شرف الدين شر الحصون وهدولا اخوة وبيحموا البقاع وبعدها دخل واحد قال له ركز فيه هاد هاد مهم تعرفوه وكان اسمه المقدم كاسر العجاب ابن عم عروف وكان معاه ابنه منصور المقدم منصور وقال له لازم تعرف المقدم كاسر لانه بيخدم ورق محل بيقعد محل معروف لما بيغيب بمهمه هو اللي بيقعد سلطان وبعد ما دخلوا رجال كاسر العجاب ومنصور قال له اوه ما بقي هلأ غير ولاد اخته خواته لا المقدم معروف رح يفوتوا اتنين اتنين ولاد كل اخت من الكبيرة للصغيرة واول ما رح يفوت المقدم علي شفتور وكان شفتور له شارب نص ابيض متل القطنة ونص اسود متل الفحمة وقاعد عابس على خيله وجنبه اخوه المقدم سيف الماضي وبعدها دخلوا كمان اخواتنين من اخت تانية للمقدم معروف واحد كان عابس وتطليع طب اتطرح الحمل من الحوامل مرعب قد ما هو مخيف اسمه علي غويل لانه متل الغول وجنبه اخو علي غاب بعدها دخلوا كمان اتنين المقدم علي طوير وجنبه عماد الدين علقم اللي اجه معه الخبر وقال له هدول اولاد الصغيرة عيش الشنطة وولاد فخر الاصيل وفيه على فكرة واحد غايبة عن الكل بسموه ضايع الاسم ضحك بيبرز لما سمع هيك لانه كان عارف بيعرف ضايع الاسم وكان شاهد لما ضاع اسمه بتلاقوا كمان القصة بضايع الاسم دخلوا هيك كل رجال ووراهم رجالهم وبلشوا يسمعوا حس كبير متل الرعد صار يهز لحجار طلع بيبرز بيقول له شو اللي عم بيصير هلا؟ قال له آه دخلت العمريات للطبول الكبير وهذا بيعني صار موعد دخول معروف يلا نرجع على القلعة وبينزلوا هم من الجامع وبينزلوا على الشارع والناس فوق بعضها وفجأة وهم عم بيمشوا بيسقط كل الصوت بيتطلعوا بيلتفتوا لورا الموكب مدقر بيتطلعوا بباب الطاقية بيلاقوا معروف واقع الشد اللي بيكون مربوط على راسه كلهم حطين شد واقع على الارض والنسر النسر الراجع اللي عنده بيقول له شو في يا دولتلي شو في يا مقدم ليه هيك ارتعشت الفرس لانه يا جماعة لما دخل معروف على باب أنطاقية ارتعشت الفرس تاعته ووقع الشد عن راسه ونطف قلبه لمعروف اتطلع بالنسر وقال له والله ما بعرف ايش مالها بس الله يعطينا خير هالباب يا جماعة معروف رح يستشهد بهذاك المكان بباب أنطاقية بحلب بس هاي قصة لسه مطولين لنوصلها وبس نوصل عليها انت رجم عليها الرجال على طول بيعطوه الشد بحطوه على راسه بيرجع بيركت ولما بيلف النسر بتضرق بعينه بعين المظفر وعين بابرس وبيقول للمقدم معروف يا خند الدولتلي واقف بالسلام لك شو؟ وبيكون بابرس عم بيتطلع بمعروف ومعروف رجال جميل طويل أبيضاني بشعر أسود لحي ممشطة سودة وشنبات غير شكل بيلفه وبيقوله للصقير يوحد وعلى خده خال أخضر مثل أرس العنبر ارتاح قلبه بابرس لقيله وصارت العين بالعين وعلى طول نكز معروف الاحصان وراح لعنده وقال له يا دولتلي احنا جايين لتقبيل الأيادي وانت واقف بالسلام لك؟ بيضحك بابرس بيقوله بس احنا زي الإخوة وشو فيها؟ لا 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 ما بيصيروا على طول أمر بجوادين اجوا على طول ركبوا عليهم المظفر وبيبرس ودخلوا التلاتة مع بعض على حلب من شارع لشارع لشارع لدخلوا على القلعة وقعدوا فيها قعدهم المظفر بالديوان وعطاهم المنعش وشربهم الشاي وأهل ورحب فيهم وهم قعدين كان معروف عم بيطلع على الديوان وطلع على القلعة وهو بيدخل بيقول يا أخي يا أخي والي حلب المظفر جاء بالي أشوف هالقلعة تورجيني عليها قال أي طبعا تكرم عينك بكرة الصبح بنلف وطاني يوم الصبح وهم قعدين بلشوا يلفوا بقلعة حلب وقلعة حلب مش أي قلعة من أكبر قلاع البلاد يعني كان فيها محل السوم ومحل الخيل ومحل فيها سجن كمان تحت ترديب وطوابق توابق توابق وقاعده ومحلات للضيوف ومحلات لزرايا للحكم وسرايا للحرملك وقعدوا يلفوا من مكان لمكان لمكان لوصلوا على باب مقفول سأل عنه معروف هذا الباب شو ورا بيقول له المظفر هذا ديوان ملوكي بس بينفتح لما بيجي أمير المؤمنين ابدي أشوفها تكرم عينك وبيجيبوا المفتاح وبيفتحوا هالديوان بيفتح على قاعة ما عمره شاف زيها كبيرة فيها مفروش بساطات وسجاد خملوا هالقدم زخرة في غير شكل وداير ميدور خشب كراسي خشب مصدفة عليها كلها مخمل أحمر وبالصدر كرسي عرش فوقي تارش مصدف أكتر من الكل هذا غير السقف المزخرف والآيات اللي مكتوبة داير ميدور لما شاف هيك معروف تطلع بكل اللي حواليه وقال أنا بدي أجري امتحان تفضل بدي الدولتلي بيبرز يعود بصدر المكان على الكرسي الكبير وأتميزه إذا هو بيلبق له ولا ما بيلبق له يكون ملك وطبعا بيكون حوالي كل المقدمين وأعيان حلب وافقوا الرجال ونادوا على أعيان حلب وباقي المقدمين اللي ما كانوا معاهم وصاروا مجدولين بالديوان وقاعدين معبيين المكان ودخل بيبرز بعد ما قال له تفضل ومشي بخطة واثقة من نفسها شوي شوي كل خطوة بتوقع محلها لوصل على الكرسي وقعد وحط حلو اتملا عليه المقدم معروف وقال تعرف ما عندك صغير ولساتك مش قاشرة عندك البيضة والله لا يقلك والسلطر يتميز وكان فعلا هو مالي المكان وقبل ما يدخل معروف يقول له هذا الشي بيكون جاي مملوك من الشام معاه خبر من الوزير شاهين بيعطي الورقة للمظفر وبيكون فيها أنه وزير شاهين وزير الميمنة أكبر وزراء بلاط الصالح أيوب موجود بالشام وعم بيستنى بيبرز ومعاء القاضي ومعاء بعض الوزر والأعيان واستعوقوه ليه هالقد تأخر وكاين يا جماعة قد ما استهزق القاضي بيبيبرز وصغر سنه إنه ما بيقدر يكمل هالمهمة عامل ندر وقايل إنه هو رح يطلع يلاقيه وينما كان بالطريق إذا هو قدر يتغلب على ملك أنطاقيا بس لما وصلوا على الشام ولساتهم ما لقوه استعوقوه لما عرف هيك معروف كتب على حاشية الكتاب إنه هو ما بيكون له غير الشرف والافتخار إذا الوزير شاهين بيشهد على المخاوة والعهد اللي بده يجريه مع بيبرز وعلى طول بيرجع المرسال لإله لما بيوصل المرسال للوزير شاهين وبيقراه وبيفهمه ما بيقول له الرجال اللي معه القاضي من قلد أعداء بيبرز فأكيد ما بده يحضر معاهدة مع الفتوية ومعظم الرجال كمان ما بيحبه فضب الكتاب بيحبه وقعد يفكر شو بده يعمل وتاني يوم الصبح قال له الرجال اسمعوا يا رجال بما إنه صرنا واصلين أنا بقول نكمل على حمص وحمى ونزور المزارات ونزور سيدنا خالد ونزور النوعير وبما إنه هو كبيرهم ما قدروا يردوا له طلب وطلعوا ومشي معاه وضلوا ماشي معاهم لكملوا يوم يومين ووصلوا قبل حرب بثلاث ساحات هون وقف القاضي ونفتر وقال أبدا ما بدخل حلب قال له كيف يعني ما بدخل حلب ما صرنا واصلين قال لا أنا يعني ما صر يعني مش ضايز غير إني أصل أن تفكيك كمان وأخذه من هناك لبيبرز إحنا كمان إلنا احترامنا والله ما بدخل حلب غير إذا بيجي بيبرز وبيبس لي كندرتي وباقي الوزراء والأعيان كمان همهموا وقالوا آه لازم يطلع بيبرزي لقينا ما معقول هذا اللي صار هيئلة احترام ونصبوا صواوينهم ونصبوا خيامهم وعملوا معسكرهم بهديك الأرض هديك الليلة طلع من المخيم نهنف داوية كان باعتهم المقدم معروف تبديل يشوفوا أوضاع الوزراء والأعيان اللي موجودين مين بيحب بيبرز ومين ما بيحب بيبرز ولما شافوا أنه الكل عم بيحكي على بيبرز وأولهم القاضي وبدهم إياه يتبهدل راحوا حكوا لكل المقدم معروف لما عرف هيك صار ينادي على رجاله نادى على المقدم عفريد نادى على المقدم داغر نادى على المقدم حسان عادى على فلان وعلى عندان وقالهم كل واحد بدك تروح تحمل واحد اتنين تلاتة اربعة وصاهم شو يعملوا وأما عماد الدين على القم ايده اليمين وضابط الجبل قال له انت بدك تروح عند الوزير شهين وبتحكي له كاتو 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 وطلعوا لرشال وهديك الليلة رجعوا قبل ما تصير الفجر بشوي وكل واحد دخل على صيوان ودخل على خيمة القاضي كان نايم وما حس غير شي على صدره كابس صحي؟ لقف داوي طويل عريض قاعد على صدره والخنجر على رقبته وبيقول له لا بكرة بدك تفوت وتاخد اتكل دولتلي بيبرز وبدك تعمل وبدك تساوي مش عاشبك انك تفوت بدك تدخل تقبل الايادي وصار ينزل فيه ضرب وقال له اذا ما بتعمل هيك ما بتكمل ليلتك التانية وتصحب القاضي ما صدق اللي صار فيه ويا دوب اخد نفس وما حرفش يرجع ينام ونفس الشي صار مع كل الوزراء والاعيان الا الوزير شهين لما دخل عليه عماد الدين لقاه قاعد عم بيقرأ قرآن سلم عليه واخد اتكل وقال له المقدم معروف بيبعث لك سلام وبيعتذر منك انه ما طلع لك بالسلام ولكن بده يعلم الوزراء والاعيان اللي معك درس على إساءة الأدب اللي كانت منهم الوزير شهين بيقول له ولا يهمك وبكرة بيصير خير وبيشكره وبيرجع هو الاخر ويا دوب شق الفجر راح قعد الوزير شهين بالديوان وصار ييجي القاضي وييجي الوزراء وييجي الأعيان كل واحد انه حمرة اللي مدرب اللي مخطوف لونه وبتطلع فيهم بيقول شو يا رجال بدنا ندخل على حلب ولا بدكم تضلكم هون على رأيكم وأول ما نحكى قال القاضي أنا أنا لا 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 بدنا ندخل على طول بدنا ندخل حلب على طول ولو لا 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 هاي البلد مش ملايمة ومش منيحة ويمكن لازم نفوت وتطلع على الباقي طب يعني بدكم مش ترتاحوا هون شوي قالوا له لا 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 المنطقة هاي هواها موم لا يمنى كلها كوابيس وكلها مشاكل لا تطاق وضلهم هيك على هذا الحال لزبطوا أمورهم ودخلوا على حلب ووصلوا على الديوان وأول من فات كان واقف واحد من المقدمين على الباق أول من فات فات القاضي وطبعا كان المقدم معروف منبه ما حدا بيقوم مع أنه هذا ديوان وبلاط الصالح إيوب المفروض الكل يقوم سلام لك لإلهم نبه عليهم ما حدا بيقوم فات القاضي وقراصه بالأرض وعم بيدخل وعم بيسلم وفات أخذ أتك بيبرز المظفر والمقدم معروف وقعد محله بكل أدب واحتشام وقعد زليل وفات اللي وراء الوزير ذات الشي والأمير ذات الشي والأعين ذات الشي لفاتوا كلهم فأخذوا أتك بيبرز والمظفر والمعروف وهم قاعدين وآخر من فات كان الوزير شهين ولما فات قام على طول المقدم معروف وصار بنص الديوان وسلم عليه وأخذ أتكه هو وبوسه واعتذر منه مرة تانية وقعده بأعز مكان نزلوا لهم المشروبات والشاي والقهوة والحلويات وبعد ما قاعدوا اتطلع المقدم معروف وقال يا جماعة بدنا نجري العهد بيننا وبين دولتلي بيبرز ووقف بنص الديوان ووقف بيبرز قدامه وحطوا الإيد بالعيد وبقجروا العهد إنه الأخ والناجي ما بيتخلى عن أخوه وبيضلهم طول الوقت مع بعض وإنت ما بدوا مساعدة وشو ما بدوا هم جاهزين وراحوا وإجا المقدم اللي وراه وزات الشي والمقدم اللي وراه وزات الرجي 84 رجال وقفوا قدام بيبرز وخاووا وأجروا العهد معاه وقالوا إنهم هم رجاله وإيمت ما بيطلبهم هم موجودين بعدها عملوا عشا كبير صفرة من هون لأهناك عليها ما لذ وطاب ولأنها صفرة حلبية ما كانت بس التبولة والفتوش والمتبل والمحمرة والكبانية وكانت الكباب من كل أنواحها المقنية والمقلية والمشوية هذا غير الكباب غير الكفتة غير الصواني غير الرز يعني أكلوا وانبسطوا هديك اليوم غير شكل وطبعا نزل الحلو كمان وبعد ما تعشوا اتطلع المظفر وقال يا جماعة بما أنه ديوان الصالح أيوب موجود والقاضي موجود بناتنا والوزير شاهين ما عليك معنا ليه تناخد الملك أنطاقيا على مصر ليه ما نقيم الدعوة هون طلعوا الرجال ببعض قالوا آه 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 ليش لا ليش لا راحوا جابوه وهم جابوه قال القاضي تطلع القاضي شو الدعوة يا يا سيدنا المظفر قالوا الدعوة إنه إحنا بناتنا معاهدات وسلام وإحنا زي الإخوة وبيننا تجارة وما شفنا غير تسكرت بواب أنطاقيا واتاخدوا رجالنا ولما بعثت ابني حتى عماد يشوف إيش الخبر أخدوا أسير وإحنا لهلأ مش عارفين ليش اتطلع القاضي بملك أنطاقيا وقال له صار قال له مظبوط صار صار وبعدين كمل المظفر لما إيجا بيبرس وراحة على أنطاقيا لأ البواب مسكرة والرجال كلهم واقفين عم بيستنوا وبلشوا المعركة قبل ما حتى يوصلهم ويحكي معاهم كلام ولوما إنه خطف الملك من من إحصانه ما كنا إحنا هون قاعدين وأبصر شو بيصير بال محبيس اللي عنده القاضي بيتطلع فيهم كلهم بيقولهم بس يا جماعة أنت بلشت الكلام إنه بناتكم معاهدات وسلام وإنتوا جيران والصلح سيد الموقف أنا بقول خلي الملك يفك رائبته ويفديها ويرجع لكم الأسرة ونكتب عليه كفالة ومعاهد إنه ما يرد يغيدها وترجع المي لمجاريها تقبل تطلع عالملكين ملك حلب وملك أنطاقيا والتنين قالوا بنقبل قالوا خلص أنا بقول خمسمائة قرش بتفك رائبتك ها ها شو هاي خمسمائة قرش بنط المقدم معروف معقول هاي بيكفيش أكل خيل لبيبرز أنا هلا بقوم بقطع راسه للملك أنطاقيا وأنا بعطيك بدل طلعتك يا أمير بيبرز ملك أنطاقيا سمع هيك إنه الرقبته راح تروح قال دخلكم أنا بفك حالي مش بخمسمائة قرش بخمس خزنات مال بس دخلكم لا تطلع معروف وقال له هيك صارت محرزة وأمروا بذلك وراحوا وجابوا قناس الأنطاقيا اللي موجودين بحلب الخمس خزنات مال وفكوا رأبته للملك أنطاقيا وجابوا الأسرة هديك اللي ما استنوش كانوا عندهم وخلصت المادة على هيك تاني يوم الصبح بيطلع بيبرز بالوزير شاهين بيقول له أظن صار لازم نروح قال مظبوط صار لازم نروح بس هم مش عارفين كيف يحكوا هذا الشي للمقدم معروف ولمقدم معروف اشتلق عليهم وقالهم أكيد نوين على ترحال وإنكم بدكم ترجعوا وأنا ورجالي كلهم بالموكب بتاعنا راح نرافقكم من حلب للعريش وإنتوا بضيافتي طول الطريق لا يا زلمي هدا كتير قال أبدا أنتوا موجودين بأراضينا وبين القلاع وحصون تاعتنا هدا أقل واجب واتفقوا على هيك وبلشوا يحضروا حالهم هداك اليوم ليطلعوا من حلب باتجاه مصر وبديوان الصالح أيوم كان الملك قاعد وفجأة بيتطلع بواحد من الوزراء عنده اسمه نجم الدين وبيطلع عليه وبيقول له الفرجة ما هي غير بالشام وكملوا هداك اليوم وما كان فاهم عليه وملك البسيطة كان يحكي أشياء وبعدين تتفسر وبعدين تنفهم أما الموكب صار طالع وصارت الناس طول الوقت تطلع على الطرقات لا تتفرج ومرقوا من الحلب لحمى ومن حمى لحمص ولما قربوا على الشام كان عيسى الناصر واصله خبر إنه الناس عم تطلع وبيبرز صار إلو شان كبير وهو متداعي ومع كيود من هالخبر واللي ما بيعرف لازم يعرف عيسى الناصر من ألد أعداء بيبرز من وقت ما كان ولد وأول ما تات الشام أما هديك الليلة فالصالح أيوب بتطلع على نجم الدين وبنادي مش قلتلك الفرجة ما هي غير بالشام شو رأيك تروح تتفرج على موكب بيبرز وتشوف كيف الشام تاعه صار وكل فصار الأكيد بحب مولاي إذن خلص بتيجي عندي بكرة الصبح قبل الفجر الوزير نجم الدين استغرب الكلام أكيد ما رح يقدروا يوصلوا الشام بيوم وليلة وكان ليلتها بده يفوت كمان بيبرز على الشام سأل هذا ملك وأمر وتاني يوم الصبح وصل لعنده قبل الفجر وبيسألوا الصالح أيوب بعد ما رحب فيه وقعدوا مع بعض شوي قالوا صليت الفجر ولا لسه قالوا لا والله لسه ما صليت قالوا ممتاز بنصلي سوا بالشام الوزير نجم الدين بيقول ولي شلي عم بيقوله بيقوله تعال معاي وبيطلعوا بره القلعة وبيتلفت الصالح أيوب يمين وشمال وبيقوله لنجم الدين احفظ صرنا وقسطر علينا وهات إيدك وغمد عينيك مسك إيده صالح أيوب وأخذ ثلاث خطوات لقدام وهو بيقول بسم الله العظيم عليه توكلت وبه آمنت وعزمت ولما بفتحوا بيكونوا وصلوا على الشام قدامهم جبل قسيون وهم ببلد حواليهم فلاحة كتير وبيكون جاي فلاح على حماره بسلم عليهم بيقولهم ليكون شكلكم ضايعين فبيتقدم الصالح أيوب بيقوله احنا وين يا ابني بيقوله احنا بالقدم قال له ممتاز وين الشام قال له هاي هالشام عند هدا الجبل جبل قسيون قال له ممتاز رحلنا هناك على عيسى الناصر قل له الملك الصالح أيوب بيسلم عليك بيقولك بده بغلتين ليطلع عالطري يلاقي موكب بيبرز لا 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 الملك اللي جاي هو بيبرز مش الصالح أيوب بيقوله الفلاح والوزير نجم الدين بياخد الفلاح عجنب وبيفهمه انه اللي قدامه له بيبرز ولا ما يحسنون هو بذاته الصالح أيوب ولما بيفهم هيك الفلاح بيركب على حمار وطول الطريق وهو بينادي ايجا الملك ايجا الصالح أيوب ايجا الملك ايجا الصالح أيوب لفات على ديوان عيسى الناصر عند عيسى الناصر قال له الصالح أيوب ايجا وابده بغلتين يتفرج على الموكب بتقول له وين الصالح أيوب بالقدم ووصف له وين عيسى الناصر ما خرط على محو يعني معقول إجا صالح أيوب وبعت الرجال يكشفوا وهو قال إذا إجوا هذا من حظي لا بطلع بلاقي بيبرز ولا بعمل لشان لأنه إجا أمير المؤمنين وهو اللي بنطلع له وصل الخبر إنه أمير المؤمنين هو اللي موجود فطلع عيسى الناصر ومعه الديوان ومعه يعني موكب كبير لاستقبال الصالح أيوب ولما وصل تطلع على الصالح أيوب قال له مش لقلي هذا الاستقبال هذا لازم تطلع لبيبرز تعمله أنا بس طلبت منك بغلتين بدي أتفرج ارجع ارجع أو أقول لك كم من اللي عنده استقبله عيسى الناصر بصير وجه أحمر وهو عم بيطلع على الصالح أيوب ومن جوه عم بيتفلفل مولاي وبيعمل زي ما بيؤمر وبيطلع بيلاقي الموكب الكبير وبيقول لبيبرز ولمعروف وشاهين وكل الموجودين إنه الصالح أيوب موجود وبدو يقعد على طرف الجبل يتفرج على الموكب رجال لما سموا هيك تكركبوا شوي بالزات بيبرز كيف بدهم يمروا قدام أمير المؤمنين وهم مراكبين خانهم بينفعش هذا بدو لازم ينزلوا قدامه وهذا قلة أدب إذا عملوا هيك واحد يفكر بالموضوع قال آه على كل حدا بيوصل بينزل عن إحصانه بيمشي الإحصان شوي من قدام الملك بياخد أدك الملك وبيرجع بياخد إحصانه وبيركب وهيك بيكون شاف صالح أيوب أمير المؤمنين الموكب كامل وبنفس الوقت قدينا الاحترام والرجال كلها وافقت على هذا الشور وانتفقوا عليه وانتشر الخبر بالموكب كله لوصل على أوله وهذا هو اللي صار عيسى الناصر رجع على الشام والموكب كمل وقدوا الاحترام للصالح أيوب والموكب قبل ما يوصل آخره فجأة طلع على صالح أيوب طلع على نجم الدين وقال له مش هلق أيام بدك تعدت قوي علينا وكمل يتفرج نجم الدين طلع على الصالح أيوب ماهو فاهم وبيكملوا الرجال لبيوصل الوزراء والإعيان تعين الدوان وبعديهم بيبرز والمقدم معروف وفجأة المقدم معروف يمسك على بيبرز بيقول له والله ما بتنزل عن حصانك انت ملك لمروك وصاحب البند والعلم واحنا جايين انخويك لأنك انت اللي رح تصير تنكتب عنك كل لك فتوحات وتنكتب في التاريخ وتنحكي عنك لحكايات وانت تنزل تترجل لا ما بابلك إياها وهو بهذا الكلام وقربه عند الصالح أيوب الصالح أيوب بيوقف بيقول له لايكون مش عاشبك لما بيجي وقته بتوقف جنبه بتعمل زي ما بدك وتقوي زي ما بدك أما هلأ روح ما بدنا إياك ولما بيعمل هيك بيقيته بتطلع خبرة خبرة كبيرة ورمل وهوى وليح بياخد كل اللي في دوية وكل الرجال اللي معاهم ومنهم المقدم معروف وبيطيروا وما بيلاقوا حالهم غير بيدومة بيتطلعوا حواليهم بيلملموا حالهم وكل واحد بيرجع على قلعته والمقدم معروف بيروح هداك اليوم على قلعة صهيون وهو حامل على الصالح أيوب خطب شديد من اللي عمله أما بيبرز بعد ما هدية الغبرة نزل على طول عن خيله باس أتك الصالح أيوب وبعدين رجع على خيله والصالح أيوب بيبتسم ولما باس أتكه حط إيده على راسه وباركله على المخاوة وباركله على فعله بعد ما مرأ الموكب وكملوا باتجاه الشام الصالح أيوب بيطلع على نجم الدين بيقول له خلينا نرجع هالبغلتين ونرجع على مصر المولاي ورجعوا البغلتين ومسك إيده وغمضوا عينيهم بسم الله العظيم وعليه توكلت وعزمت وأخذ ثلاث خطوات ولقوا حالهم بمصر أما بيبرز وباء رجال بيحطوا بالمرجع قدام الشام بدوش يفوت وحطوا خيامهم ونصبوهم وهم بهذا الحال بيجي مرسال من عيسى الناصر للقاضي القاضي هديك الليلة بيدخل وبيكون المرسال بيقول تعال أحضر عندي بالحال وما تخلي حدا يشوفك فالقاضي بيستنى الليلة يعتم شوي وبيفوت على الشام عند عيسى الناصر وبيكون عم بيستنى وبيتطلع فيه وهم التنين بيعرفوا أنهم التنين بيكرهوا بيبرز ومستعدين يعملوا شو ما بيقدروا فبيطلع علينا عيسى الناصر بيقول له ما قدرتش تحدفلنا هالولد يعني معقول بدو يضل هيك شوك بحلقنا قال له والله كل ما أعمل له مكيدة وكل ما أعمل له شي يطلع منها زي الشعرة من العجين وهاي المكيدة أصلا هاي طلعته على أنطاقيا كنت أنا اللي مدبرها وطلع منها مش بس إنه آسر ملك أنطاقيا أخذ له خمس خزنات كمان وقالله يعلم هلأ لما يوصل على مصر شده يعمل معه الصالح أيوبي يعلي مراتبه قال له طب بنا نخلص منه وأنا دبرها التدبيره وبدك تساعدني قال له القاضي أنا بساعدك شو اللي دبرته نادى على مقدم اسمه زهير يعني مقدم زهير وكان زهير من العصين وبيكره الدولة وبيكره كل حدا ومرتزقة يعني بعطيه روش بيعملي بالذكية وزهير كان طويل عريض ومعاه ورقة من عيسى الناصر إذا جب له راس بيبرز إله ما عاش على مدى حياته وبيقدر يعمل شو ما بده وين ما بده وكيف ما بده وفهم القاضي على إنه طالب منه راس بيبرز وقال له بدك تساعده يدخل على سيوان بيبرز الليلة يخطفه قال له أنا بساعده أنا بورجي وين السيوان ورجع القاضي واتفقه على هيك وهديك الليلة بعد ما صار في كنب المخيم دخل زهير عند القاضي والقاضي تسحب فيه دلو على سيوان بيبرز شقه من وره ودخل لقى بيبرز نايم بنجه لفه حطه على كتفه وتسحب فيه هرب كان حاطت خيله لبعيد شوي ركب على خيله ولما مشي شي قدر ساعة ساعتين قال آه ما لحقي حدا نزل بيبرز وفك عنه لقماش وفيقه من البنش ولما فق بيبرز تطلع فيه وقال له مين بتكوني وله قال له انا انا اللي رح اقتلك واخد راسك مفكر حالك تقدر تتجبر بالعالم ورح يضليع لسيتك ورفع ايده ملانة بالسيف بده يطلع ملان وينزل فاضي وهو عم بيرفع بايده تيجي ضربة على رقبته وبيوقع هو راسه محل وجسمه محل والدم زار يفور وما كان الضارب غير ضايع الاسم شاب طويل اللي كان مخاوي بالعهد بيبرز لما لما ضاع اسمه فك بيبرز وقال له هيك اعدائك يا دولتلي وزبطوه قاعدو يفتشو بال يشوفو ايش معاه طلع معاه ورقة عيسى الناصر بيبرز لما شاف هيك كان رح ييحتمع له وبلشو بيطهم يرجعو على المخيم وبالمخيم فاق عثمان اللي هو سايس بيبرز ومعاه طول الوقت وعثمان من مصر لكن انتو مصرية وهو زي الصالح ايوب عنده شوي بس بدرجات اقل عنده بصيرة وعنده مقدرة كشف الامور فلما دخل وما لقى بيبرز طلع وقال فين المنقرش فين القاضي هو القاضي اخده هو القاضي اخده وراح على خيمة القاضي وفيقوا من النوم وصحبوا من لحيته فكل المخيم وبيقولوا ايش فيه ايش فيه عثمان بيبرز ضايع وده المنقرش اللي اخده ايه زيبرز ضايع وده المنقرش اللي اخده الوزير شاهين بيقعد بفوت بيناتهم بيقولوا عثمان طول بالك والقاضي بنجان كيف تتجرى علي هيك يا عثمان كيف تتجرى عليها ده اكيد بيبرز مقويك علي وبتصير اخناقة ما لها اول ولا لها اخر وبيفهموا من عثمان انه بيبرز مختفي والسيوان مشقوق وحدا خاطفه الوزير بيبلش يجهز لرجال بدهم يطلعوا يدوروا عليه بدخلت بيبرز وضيع الاسم بيدخلوا الحمد لله على السلامة وين كنت شو صاير معك وعثمان بيحضنوا وهو مش شايف حدا بيروح على الديوان على طول وبيقول جيبولي عيسى الناصر ايش في يا ابني بيجي القاضي بيقول له هيك هيك عمل فيي عثمان وبرضاش يحكي مع حدا ومن كتر ما هو معصب ببطل في صوت بالديوان لو بيدخل عيسى الناصر وبيسلم على الكل وقبل ما يوصل بيبرز يسلم عليه بيكون بيبرز واقف بقول له انا شو عاملك انا قاتلك قتيل انا عاملك شي ليه بدك تقتلني ليه بدك تعمل فيه هيك شو هالورقة هاي اللي انت عاملها هاي انا انا عملتلك ايش شي ليه قلبك اسود علي هيك قال له والله ما انا عارف شو اللي عم بتقوله والقاضي على طول بيأخذ الورقة بيقراها بقول له يا امير بيبرز طول بالك هذا اكيد فيه سوء تفاهم انت عامل شي قال له والله ما انا عامل شي وما فيه بقلبي غير كل خير اتجاهك شو اللي عم بتقوله انت شو اللي صاير يعني انت مش باعت هذا المقدم يقتلني طلع على الورقة القاضي ومزحها على طول قال له هاي الورقة ممكن تكون مزورة انت بتعرف القصة اللي كانت قبل بالشام اه اه اتذورت مش بس بيقاضي ومش بس بيواحد ولا اتنين بيبي كل احيان الشام هاده اكيد مزورة كمان هاي العيسى الناصر يعني اكيد ما بده غير كل خير اليك روح 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 يا عيسى بوز شنباته وطيب خاطره يعني اه وحالطول عيسى الناصر بيبوز شنباته ل لبيبرز وبيقول له مسحب هاده انا هاده اكيد حدا مزورها وما بدنا ياك غير تكون راضي ومبسوط وبتروق الاحوال وبيقول له روح من هون وبيطلع على طول عيسى من الديوان وبتخلص على هذا الحال ان الصلح سيد الموقف والقاضي حاولي يجبر بناتهم الرجال بيطلع واحد ورد تاني من الديوان وما بيبقى غير عثمان وضايع الاسم وضايع الاسم بياخد قدكو لأمير بيبرز بيقول له خاطرك قال له استنى وطال خنجر كبير مرصع بالجواهر اسمه الهادم ما في بعده غير ذات سيف معروف ذات الحياة ذات الحياة سيف معروف نحكي لكم عنه بعدين من اهم الاسلحة بيعطيه وبيشكره بيقول له يا دولتلي اذا كمان ممكن ورقة باللي صار تختملي عليها اخدها وبيكتب له ورقة وبيختم له عليها وبيعطيها وبيطلع هداك اليوم بيبرز بيدخل على الشام بيشوف امه ستة الشام وبيبوسها وبيزورها وبيرجع على وخيهم بيقول بكرة بدنا نطلع وبيكملوا وبيطلعوا من الشام باتجاه سهل حران ومن سهل حران على مرج ابن عامر وبمرج ابن عامر بيكون القاضي ماشي لقدام قدام قبل الكل وما بيشوف غير خيال بيجي وبيوقف عنده يا جوان يا جوان بيطلع القاضي حوالي مين اللي عم بينادي عليه شش اسقط يا زلمة مين انت بيقول له انا ملك صفد انا سرجوي للمهري قال له شو بدك فيي قال له بدي اشكيلك شلق بيشلق وبيتلفت وبيكونوا الرجال ورا بيقول له روح من هنا ورجح لي بالليلة رح نخيمه هنا الليلة رجح لي عالمحطة وبيحطوا هديك الليلة وبيرجع سرجوي للمهري وبيدخل عند جوان اللي هو القاضي بيقول له يا جوان انا بفروس من بيبرز وبيدي اياك ادبر لي كيف يرجع لي سيواني قال له كيف رح سيوانك هل هاي لما كان بالشام كان نتقاسم احنا ارض السنمين ومحصولها واجا حاربنا وصرق سيواني واحنا بهذه الحرب وانا بديها ما معقول وسيوان سرجوي للمهري من اجمل السواوين اللي موجودة وافخرها ملوكي بغير شكل بيألوانه بيأماشه بيزخرفته بيحجمه ولما نهزم بالصنمين على ايدين بيبرز بيبرز اخده غني مائله وكان من وقتها سرجوي للمهري بده يرجع له سيوانه قاعد يفكر شوي جوان اللي هو القاضي وقال له اسمها لك ترجع هلأ على صفد وبعد شهرين بترجع بتبعث مرسال انك بدك تزور القدس لانك مرضت وبدك تروح عمل ندر تزور كنيسة لقيامه وبهاي الفترة واش 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 وشو بده يعمل قال له ماشي ورجع سرجوي للمهري هدي كل ليلة على صفد وتاني يوم كملوا من مرج ابن عامر على القدس على الرملة على غزة على العريش وبعدين على مصر ودخلوا بموكب كبير بيوم يعد من الأعمار قدمه كان جميل والموكب والافتخار ورجعوا وقعدوا وراءت الأمور بمصر ودخلوا على الديوان والملك بارك لبيبرز وعلى مراتبه وعلى شانه بالديوان بعد هاي لسه ليوم بعد شي شهرين بيوصل خبر على الديوان ويكون واقف على الباب المنادي بنادي سبحان هادي الطير وبيرد الصالح أيوب وراحم الشيب وعالم الغيب العلامة بالراج السلامة من صفض مولاي وبيكون كتاب من سر جويل المهريم يطلب بزيارة كنيسة لقيامة والقدس ندر بعد ما هو طاب من المرض والصالح أيوب بيعرض هذا الشيء على الديوان وما حدا بيمانع وأعطوه بعتو كتاب بالإذن وبروح سر جويل المهريم بمع تقريبا ألف خيال على الأدس وبيدخل على الأدس يوم الخميس ويوم الجمعة والناس بصلاة الجمعة بيعطي إشارة بيكون فيه خمسين ألف بطريق وعسكري ومقدم من رجال سر جويل المهري يصلهم شهرين عم بيتخبوا بين الأدس عم بيجوا أيام وريون وريون كلهم طلعوا وقت صلاة الجمعة وصاروا يبطشوا وينهبوا ويقتلوا برجال وأهل الأدس علي آغا الإيمري والي الأدس حاكم الأدس على طول بينادي عرجاله وعنده قوة خمسين ألف بس نصهم راحوا موت بهالغدر بهالعملية الغدر لملم اللي يحاولوا يقاوموا اللي يضلوا منهم ولملموا حالهم بس رجال سر جويل المهري أخدوهم غدر وطلعوهم من البلد ويدوب طلع برقبته على الإيمري وراح على طول على غزة وبعت خبر من غزة لديوان الصالح أيوب إنها سقطت الأدس بإيد سر جويل المهري بيوصل هذا الخبر وبيدوان بيقوم وبيوحد وبييجي من الأدس مرسال تاني من سر جويل المهري وبيقروه بالديوان وبيقول أنا هلأ ملكة الأدس وإذا بدكم إياهني أرجعلكم إياها رجعولي سيواني من بيبرز وبينط القاضي وبيقول إيش؟ ضاعت الأدس عشان سيوان؟ وسيوان مع مين؟ مع الولد هذا بيبرز؟ يا ملكنا بينفعش هيك؟ الأدس غالي علينا؟ ضيع عشان سيوان؟ طول بالك طول بالك يا قاضينا الصالح أيوب بتطلع على بيبرز بيقول له يا ولدي مظبوط معك سيوان سر جويل المهري قال له مظبوط معاي سيوان سر جويل المهري وهذا كيف أخدته وشو قصته؟ قال له أنا أخدته بالسيف وبالحرب وإذا بده إياهني أرجع له إياه يجي أخده بالسيف وبالحرب وأنا بما إنك عم بتقول يا قاضينا إنه الأدس عشان سيوان تسقط أنا بتكفل إني أطلع أفتحها ومش عشان سيوان بتسقط ولو عفارم عليك يا بيبرز بتطلع الصالح أيوب قال له عندك عساكر قال له عندي ألف قال له طيب نعطيك كمان وعين عشرة من الأمرة تسعة من الأمرة معاهم كل واحد ألف يطلعوا مع بيبرز عشان يحرروا الأدس وصار معاه قوة عشرة ألاف قعد جهز حاله بثلاثة أيام بيبرز وحمل حاله على الديوان استأذن من الملك وقال له هيني طالع القاضي بيتطلع فيه والمالك بيتطلع بالقاضي بتقول له يعني هيته بده يطلع هلما شو وصلنا خبر صاروا مئة ألف صاروا بالقاضي شو بدهم يعملوا المئة العشرة ألاف قال له يا مائلة فازت عليك كثرة مبارك يا ابني وإن شاء الله النصر بيئيدك وبيطلعوا وبالطريق بيبرز بيحاول يطلع ببطء شديد 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 فبدل ما ياخد يوم ليوصل للعريش أخد ثلاثة وبدل ما ياخد ثلاثة صار ياخد خمسة لو وصل على غزة بعد فترة طويلة وهذا كله عم بيعملوا ليوهم الناس إنه معاه قوة أكبر من عشر تلاف إنه معاه جيش كبير شي مئة ألف ما أخد وقته بهالطريق والناس صارت تستنى تشوف شو هالجيش اللي يطالع مع بيبرز فلما وصل على غزة كان حسن لقريدي حاكم غزة وعلي لأمري حاكم القدس عم بيستنوا يشوفوا شو هالقوة اللي موجودة مع بيبرز فلما دخل بيبرز على غزة وطلعوا يلاقوه وشافوا كلهم عشر تلاف الإيمريكان رح ينجن شو هاد في مئة ألف واحد هناك وإنتوا طالعين بهالشوائين إنت شو بدك توديهم موت بدك تموت لرجال اللي معك ولا خاين كيف بتقول هيك اضغرب من وجي وبيصرفوا من قدامه والعشر مقدمين اللي كانوا معا بيصيروا مخطفين اللون وقلقنين ولما سمعوا عمية ألف يعني كيف بدهم يطلعوا وتطلع فيهم بيبرز وشافهم جوبنوا قال لهم اسمعوا من هون اللي بدوش يكمل على القدس يرجع من هلأ عند صالح أيوب ويقول له أنا جوبانت وبديش أطلع وهو بهذا الكلام بيكونوا اتنين فداوية من التمين بيدخلوا عنده وبيجو بيطلع عليهم بيطلعوا من المقدمين اللي خواهم سلم عليهم بوسهم قاعدهم شربهم أكلهم وشوشو بيدانه ما حدا سمعهم وضلهم طالعين اتطلع برجاله وقال لهم اسمعوا من هون للقدس لا رح أنزل خيمة ولا رح أعلق نار ولا رح أوقف بالطريق وبدنا نضلنا مكملين للقدس وعلى طول الحرب بدها تشتغل اللي بدو يكمل معاي بيكمل معاي هلأ واللي بدوش يكمل معاي برجع للصالح أيوب واللي بدو يكمل معاي بدو يعرف يا عثمان عثمان بدو يكون واقف ورا سامع يا عثمان بتجيب رجالك وعثمان أبضاي عنده زعران بيخوفوا كانوا مخوفين مصر كلها بتقوله بتظلك واقف ورا اللي بيلف ظهره اللي بيترك الميدان اللي بيحاول يجوبن بتقطع راسه أيوة يا بيه أيوة يا بيه أيوة يا بيه حاضر حاضر وانبسط كتير عثمان على الكلام يا بتخنقوا يا بتنخنقوا وبيطلعوا تاني يوم الصبح وضلهم زائر ماشيين 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 لوصلوا على القدس شو بيصير بالقدس وإذا بيفوز وبيملكها وبيحررها بخبركم بالجزء التاني من مخاوات بيبرز شكرا للمشاهدة